التشريط بعمق كما هو معلوم هذي فيه اضل الدراسة اضل الاسترالية كانت تركز على الجانب ان يكون تشريط خفيف التشريط الخفيف والناجح رح يطلع دم لكن ضمن مستويات مقبولة غالبا معقولة تلمس بشرته وظاهر على بشرته الدم مجرد ما تضع الاكواب تحتقن الاكواب فهذا الطريقة يشهد لها حبيث النبي عليه الصلاة والصحابة الله يضع عنهم وصفونا طريقة وضع الاقماع علق له محجمة وصفونا التشريط الآن اذكرون بالحديث وذكرونا انه حديث النبي عليه السلام ذكرنا ايضا انه خروج الدم انه العلاج بخروج الدم الثلاث اشياء موجودة كل منها واحد بحديث حديث القمع علق له محجمة حديث انه يكون التشريط خفيف قال حجمه بطار في سكين حديث انه ضروض خروج الدم حديث اه قال اذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجن يعني اقصد ايش اخرج الدم فما لا يعني لاتوا نقول انه الحجامة هي فقط عبارة عن التشريط والحديث يقول اخراج الدم وكلكم الان يعني اصحاب خبرات تعلمون هذا الشيء انه المريض على درجة خروج الدم يرتاحك صح؟ صحيح اي فما ناتي نقول والله فقط هو عبارة عن شرطه والتشريط هو الفائدة كلها في التشريط لا الفائدة في الثلاث اشياء اخي الفائدة اول حاجة بخروج الخلط الدم من كورية الدم الهرمة والميتة والشوارب والاحماد الرديئة والرطوبات والعلاج الثاني بيوضع الكؤوس لانه تستطيع الاخلاق الرديئة وتصرف عن طريق الغدد المفاوية والعلاج الثالث اللي هو بألم الوخس ألم الشرط هذا الشرط الخليف هذا هذا يحرض ويضبط عمل الباطنة يحرض ويضبط عمل الغدد يحرض ويضبط عمل الجهاز العصبي الجهاز العصبي اللي الان ما الو علاج الان يعالج بالحجام سبحان الله زي كهربت البيت لان تشوف البيت بجدرانه جديدة تحصل في لخبطة بالكهربة شوف كل شوي واحد طال في واحد شغال ايجي السبب زي السيارة حصل السيارة جديدة فيها عطل في كهرب شوفها ظاهرة جديدة وتحصل فيها ماش وحصل فيها احيانا شي خربط نفس الشيء الجهاز العصبي بالنسبة للجسم الحجامة يا اخ المبارك اذا صار في تكامل ما بين هذول الثلاث اشياء واللي هي قواعده الاساسية الالية العمل الحجامة واستطاع انه يعرف كيف يضع الكوس ان يضعها ويكون تشريط صحيح سليم ويخرج دم اعرف تماما اعرف تماما يكون حجام ناجح يعني بعضهم والله اجل ومارس عملي استغرب انا حجمت المريض هنا وهو حجمه هنا شرطه شرطه بهذا الشكل يشرب ما طلع دمه وشرطه جم جايزة دربه والشرط انا شرط خفيف جدا وطلع دمه يقول لي كيف الكوب جنب الكوب كيف انا ما طلع دمه وتشريطك وتشريطك طلع دمه لا لا صحيح انا صارت معي لوقف كان طبيب اسنان جراح فسبحان الله كان عنده مشكلة في الرأس فقلت له ان شاء الله تعالى نحاول ان نسوي اش حجامة على المغيثة فالرجل قال لا ابو احمد تحط لي كاستين هنا كاستين هنا فقل امامك دكتور فقلنا بسم الله مش مشكلة فمثابة القرنين فحطينا الكسات ما طلع دم نهائي قال خلاص نمشي على الكلام تشريط خفيف على المغيثة سبحان الله طلع دم غزير غزير ورتاح الرجل بعدها هذا يعتبر صديق خاص فالحجام سبحان الله مثل ما تفضلت يا دكتور يعني قواعد اساسيات اصول اذا اتبعها الحجام حتى لو كان مبتدي بإذن الله الله تبارك وتعالى احنا طبعا ما نقصد من خلال كلامنا انه الحجام المبتدئ لازم كل حاجة كل مرض يأتيه لازم يحاوله الحجام يكون متمرس وحارق لا يعني اغلب المشاكل والامراض اللي تأتي هي مراض بسيطة وممكن تقانم خلال يعني رؤية المواضع مرة مرتين وخلاص يمتلك الانية اشتركوا في القناة